السلام عليكم لبنات السلام حبيباتي وشراكم شرا تكونوا كامل بألف خير صحة رمضانكم صحة صيامكم ربي يتقبل مننا ومنكم صالحة الأعمال مرحبا بكم معايا في هادلا فيديو اللي نرايح نشارك فيها معاكم بعض الأفكار ووصفات الرمضانية هاكدا دائما اللي تكون حاصلة ولا تخمموش طيب ان شاء الله هني رايح ننحي عليك الحيران رايح نشوفو معا بعض كي مشتوفو في البداية على فيديو غاتا بزاف بنين حنشوفو تاني شوصون بعجينة بدون اختمار بدون خميرة الخبز وحنشوفو تاني تحلية للصهرة دونك بقاوا معنا في المتابعة منسوش أهم حاجة اللي هي الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ومنسوش تاني تجعوني بجام خياتي وبتعليق من أجل المزيد من الوصفات حبيبتي هنا كما راكوا تشوفون بدأ ولا فيديو دينا ولا دائما حاب نبدأ شغلي صباح بحويجات نغسلهم داخل لاماشين إذا كانوا عندي استعملت توبسيل هذا جد مركز هذا نستعملو سيغتو كيكونوا عندي الحويج تعدراري السيغتو حويج تعدراري بس كي هو لي شوية ما يحادرش بزاف على حويجو هاكدا بش يخرج لأنه توبسيل سائل غسيل الملابس جد مركز ولعالي التركيز ويخرج ما شاء الله اليوم استعملت هذا اللي راهو بلعاية طلت على ريحتو ما شاء الله ريحتو اتشهي ريحتو بزاف هايلة وكي ما قلت لكم يخرج روعة دوك الليبنت راني رايح نشارك معاكم هنا يا لكخيم باتي سياغ لاني رايح نديرها الهاد اللي تختلت اللي رام بالذوق تاع الفراولة راح نشارك معاكم على السريع كريمة بزاف سهلة هنا نحن خلطو كل شالا دربة في الكاسرونة عندي هنا يا نصري ثلاثة حليب حطيت عليها زوج مغارف كبار تاع السكر زيت لها حبة بيض وزيت هنا كي ما كنت شوفوا معايا زوج مغارف كبار تاع الناشا نخلطو هاكدا كل المكونات مع بعض بارد في بارد ونبعد نحطو الكاسرونة دينا فوقنا مع التحريك المستمر حتى تعقد الكريمة هادي ولي حبو السكر ولي حبو الحلاوة بالزيادة تقدروا تديرو ثلاثة مغارف تاع السكر هنا شوفوا الكريمة اللي تحصلت عليها هايلة بيان ليس ما فيها شكامل حبيبات ولا تكتولت هنا يعني ما نطفيوش على الكريمة دينا حتى ترفض الغلية هنا طفيت عليها يعني النارة هي طفية زيت لها مغارفة كبيرة تاع زبدة تعلو بخانتون حتى تعطيني ذوق هايل في هاد الكريمة خلطها حتى دابت هاديك الزبدة فرغتها مباشرة في أنوت غي سيبيون هاكدايا ونغطيوها بفيلم أليمانتر ان كونتاكت مع الكريمة هاديك هاكدا باش ما نديرناش القشرة وندخلوها للتلاجاء تبرد بعد ما تبرد دخياتي وش نديرو نجيبو ويعا انا رايحين نحطو فيه نص كاس تاع غبرة شانتيي ونزيدو نضربوها مع نص كاس ولا اقل شوية من نص كاس تاع ما يكون بارد جدا ولا حليب يكون بارد جدا يعني من الأحسن تستعملو الماء هاكدا الكريمة تاكو محجد لكم مدة طويلة نضربوهم هاكدا مليح مليح بلو باتوخ حتى نتحصو على هاد القوام الكريمي هنا هاديك الكريم باتيسياغ اللي حضرناها انا رايحين نرجوها إن كريم ديبلومات هنا هايلي كي بردت الكريم باتيسياغ ديالي عاود تضربتها من جديد بلو باتوخ هاكدا باش تعاود تطلق روحها وبعدها نبدأ نزيد لها هاديك غبرة الشانتية اللي طلعناها ونعاودو نضربو شوية بلو باتوخ حتى تندمج هاد المكونات مع بعضها البعض وهنا نبدأ ونزيدو في هاديك كريمة الشانتية حتى نتحصلو على القوام المطلوب يعني ما تكونش الكريمة جارية بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش هاكما روحها بزاف وهاد كريمة الشانتية حتى تخففها هانا الكريمة هادي وطولي بزافة بنينا هنا تقدرو تزيدو شوية تعا لفاني تاني احسن يعني نستعملو لفاني السائلة بنسبة لي فون ديو تغت انايا كانوا عندي هادو ما في الدار تع نوغات تونيزيان كنت شاركتوهم معاكم درتهم في الموجمد ودو كاراني لقيتهم يعني واجدين وجد لمبرك الكريمة هاكدا يعني احسن من اللي نروح ونشروهم هادلي تغتو لات باثمان باهضة سوقتو كدو كالفارولا راهي متوفرة وراهي يعني وينما نروح وانا نلقاوها درت الكريمة ديالي في اين بوش جو تابل وبوشيتهم هاكدا وتزين من الفوق بحبات تعليف خاز اللي كنت دهنتهم بلا جولي وزينتهم هاكدا بهاد الشكل نحطوهم فطلة جايب بردو ونروحو دوكا مع بعض نحضرو المملحات عنهار اليوم اللي عبارة على شوصون ملحين اه بعد جينا كيما قلتلكم ما فيهاش الخميرة هنا في الغيسي بيون ديالي خياتي اشتو معايا حطي تزوج كيسان تع فارينا نحطو مغير فا صغيرة بتاع الملح مغير فا صغيرة ما تكونش معمرة بزاف تاع خميرة الحلويات وعندي هنا يا الزبدة زبدة لوبخانتو راني رايحة ناخد منها حوالي ثلاثة ملاعق كبيرة تاع زبدة يعني ما يكونوش معمرين بزاف راكو تشوفوا كيفاش راني نعمر فيهم هنا لازم الزبدة هادي تكون بردة ملح ملح في هاد الوصفة هادي هنا خياتين رايحة نبسس هاد الزبدة هادي مع هاديك الفارينا حتى نتحصل على قوام يكون رملي هاكدا بهاد الشكل هادا هنا تحبو تعطروا العاجينة ديالكم تقدروا اعشاب عطرية تديرو لها شوية عكري حار ليحبو الحار هنا شوية توم بودرة تاني كيما تحبوه انا اليوم ما راني ما عطرتهاش ومبعد ذوكا نطم هاد العاجينة هادي بحبة عبيض اذا كان ما نطمت ليش هنح نزيدو شوية حليب يكون بارد تاني يكون بارد ملح ملح ونطمو العاجينة ديالنا هنا يا العاجينة هادي ما لازمش تتعجن وهدا هو السر تعال النجاح ديالها لازم بارك نطموها فقط بالاصابع ونطموها ملح ملح حتى نتحصو العاجينة عندها قاومت عاجينة الابات بغيزة هنا طميتها دلتها في فيلم اليمانتر ودخلتها للتلاجاء ترتاح ودوكا نرحو نحضروا معا بعد لافاقس تا هاد ليشوصون هادو ما ولا ليسوف لي هادو هنا يا في مقلاة حطيت شوية زيت كي سخنت هنا عندي حبة بصل متوسطة في الحجم شوفوا البنات هنا كيفاش راهي مرحية ماشي مرحية ملح ملح يعني ما نرحوش البصل ديالنا حتى يطلق الماديا لويو اللي يرقيق يكون هاكدا قطع بينا كي دبال هادك البصل درت له شوية ملح بعد ما دبال هنا ارميت له حبة حار وحبة تعفلفل لحلو الخضر يلا عندكم الحمر تقدروا تديرو وهنا وشو نقول لكم هاديك حبه حار درت في بالي ماشي حارة مفينا المو كانت حارة اليوم قتلتهم بالحر هنا بعد ما كملت لهادك الحار كان دبال ارميت عليهم في الاخر حبة طماطيش اللي كنت قطعتها الى مربعات ونخليوهم هاكدا يعني يتقلى وتحبو تزيدو شوية طماطيش تعال الباطا انا استغنيت عليها زيت برك شوية تعال العكري والتوابل درت ملح وفلفل كحل هذا وجدرت تقدروا تزيدو حتى شوية زعطرة هنا ووالا دوكا العجينة تعي راهي واجدة لافاقص راهي واجدة لازم هاديك لافاقص نخلوها تبرد ودوكا نروحو نوجدو مع بعض الطابق الرئيسي لي اقترحتو عليكم نهار اليومة دوك في الطابق الرئيسي دينا نحتاجو هنا يا سلسة الطماطم في الاشواق كنت رحيت حبه طماطيش تكون كبيرة رحيتها مع ثلاثة سنينة تتاعدتهم حطتهم هنا في مقلاة درت لهم شوية زيت درت زعطرة مليح فلفل لكحل طماطم وصبارة وشوية تالع كريم وخليتها طيب هنا تاني دوكا نوجدو مع بعض كريمة الجبن لي كيما قلت لكم واحد الكريمة ببنينا وسهلة في التحضير ديالها وسريعة يعني وليت نفضلها احسن من سلسة قلبي شامل كيما شتوف لويعاء هادا كتاع الخلاط حطيت حوالي كاس واربعة حليب بدرت له قطعة تاع الجبن ونديرولو زج مغارف تعناشا نضربوهم ليحبلو بغا ميكسو غاديانا ونفرغو الخالط هنا هاكدا في كاسرونا ونبدو نحركو حتى تعقد معانا هنا بعد ما طابت ستلها مغارفة تاع زبدة تاع له بخانطة هنا درت شوية تعفل في اللقحل درت لها شوية من توابل تاع الجبن اللي شاركتهم معاكم تحصلت عليهم عند باب الدكان يعني هاكدا في الكريمات يعني في الحاجة اللي فيها الجبن راح يمدوا وحد الذوق بزاف يعني روعة 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 دو كان نحن وجدو لفخصنا حين نحشيو بها الضلمة تاع الفلفل ديانا هنا عندي كمية من صدر الدجاج درت عليها شوية بصل شوية ماعد نوس عدنا ملح عدنا فلفل لكحل عندي شوية تاع زنجبيل عندي شوية تاع الكركم هذا ما كان يعني وجدرت توابل هنا كما كتوفوا معايا هاد الجاج خياتي درتو خضر يعني ما راهوش طايب البصل ثاني كيف كيف فانا هاد لافخص ماحبيش نطيبها هاكدا باش تلقلي البنة داخل هادك الفلفل زلت لهم حوالي مغرفة كبيرة تعزيت باش لافخص هادي ما تجيش يابسة وبعدها يعني نطموها بحبة بيض هادك البيض نروحو معها غير بالعقل باش الخليط ديانا مايجيش جاري ونخلطوهم ملح ملح هادك الوقت انا كنت في الفرن دياني كنت شوية تحبات سع الفلفل هناخياتي نختارو الفلفل ليكون لحبة تكون كبيرة شوية هاكدا باش نقدرون يعني نحشيوه هاوليك هنايا يعني كنت رشيت عليه شوية زيت ودخلتو للفرن شعلتلو الفرن الفوق والتحت حتى اخدا هاد التحميرة هادي ولا حتى يعني اتشواء هاد الفلفل هادا يعني اللي تحب تقليه تقليه ولكن هاكدا من الاحسن يعني باش مايكونش باش يجي خفيف ومايكونش متشرب بزاف الزيت هاداك الفلفل نقيتو خليتو تكوتي حكمت هاديك سلسط الطماطم فرغتها في الامولا قغاتا اللي يروح للفرن وبعد ناخدو الفلفل دياننا هاوليك هنايا بعد ما نقيتو كيما قوت لكم نحطو شوية من هاديك اللافاق ستاع الجاج اللي حضرناها طبعا ممكن تعوضوه بالحم المرحي ولا بدا انتقاشي هنا لكم الاختيار ولا ديروش يكون متوفر عندكم تاني اذا كان عد افراد العائلة بزاف وكامل تقدرو تديرو شوية روز لي تغليوه ولا طيبوه نصطيب وتزيدوه مع هاداك الجاج راو رايح يعني يزيد لكم كشغل في الكمية تاع لافاقس وهاكدا ماكش راحين تستعملو كمية كبيرة تاع اللوحو هاديك لافاقس اللي بقات ليست لها شوية بركتا على شابلوغ باش تحكم روحها مليح مليح وشكلت بها كويرات وحطتهم هاكدا ومبعد جبت هاديك الكريمة تاع الجبن هايليك هنايا وهي سخونة نفرغوها مباشرة فوقهم هاكدا نحاولو نغطيوهم كامل ونزيدو لهم الفوق شوية تاع الجبن المبشور وندخلوهم للفرن اهنا اخياتي كماشتو هاداك الجاج اللي درتو فلا يعني كحشو راهو ما راهوش طايب دونك هنايا كشغل لازم نعطولو شوية وقت باش يطيب هاداك الجاج يعني حياخوض لكم في الفرن لحوالي هاكداك نص ساعة انا هنا الفرن كان ساخن كنت هاداكوين شوية الفلفل دخلتو مباشراتا شعلت له هنايا الفوق والتحت هاكدا باش يعني تم تم يطيبلي تكتوكا هايليك هنايا راهي بردت دونك لا فخص راهي واجدة هناياك خطوة اختيارية زيت لها علبة تاع الطن صغيرة هاديك في الحجم ليكون تقطرتها من الزيت ديالها يعني صدقوني تقدوها حتى تستغنو على اللحم غير بهاديك تكتوكا راح يجوكم بزافة بنا اهنايا رشيت مكان اللي عمل بالفارينة ونحلو العجينة ديالنا هايليك يعني بعد ما ترتحت ولي هايلى العجينة هادي نحلوها خيتي ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش خشينة بزاف انا اني حنشكلوهم بهاد المول هادايا نوك نقلبوها على الجهة الاخرى ونقطع دوائر هاكدا باش يجوني قد المول يعني ما بلا ما نستعملو قطعه واحد اخرى وانتوما يعني اذا كان ما عندكمش هاد المول خدو كاش امبورتو بياس دائري وشكلو هاكدا دوائر هاكدا راح يكون بخاتيك بزاف واكيد هاد المول يعني راح متوفر في الاسواق واكيد راح متوفر في العديد منها البيوت اه نحطو شوية على فاخس هنا كان بقالي هاداك البيض اللي كنت حطيتو فلا فاخس على الضرمة تاع الفلفل اه نحا حتشتو يعني هاولي كانراني لقيتو اه دهنت هادوك الاطراف هاكدا باش يعني يبقاوا محافظين على الشكل ديالهم كي يدخلو للفرن اه تاني بهاداك البيض تاني اه دهنتهم من الفوق ودرت لهم ولا نقدرو نديرو جلجلان ولا سانوج ولا يعني ديرو اي حاجة كتزين من الفوق حبازيتون وريقة ماعد نوس يعني التزين من الفوق يبقى اختياري ودخلتهم للفرن خياتي اه شعلت لهم النار الفوق والتحت حتى يعني وين طابو خدو هاديك التحميرة وهنا خياتي بنفس هاديك الافاقس كنت درت بها هاد المينيكيش اللي كانوا عندي في المجمد ووجتهم معاكم من قبل اليوم باش نسهل علي يا طياب استعملت هذا الفرن الكهربائي بوستون اللي كنت شاركته معاكم من قبل ولكن المفاجأة الصارة اليوم خياتي راهوا عليه تخفيض من عند لاباج فيسبوك خالد اليكترومي ناجي اللي دايما يعني تعمل على تحطيم الاسعار وتجيب لنا احسن العروض راهوا بوحد السعر خياتي لكم توماليزابوني تاع كويزين ساميرا ديزاد راهوا بزوج ملايين و 390 الف والتوصيل راهوا مجاني لكامل ولايات الواطن رانا في رمضان نحتاجوا الفرن كيمرا كنت شوفوا و تاني العيد راه على الابواب للحلويات و كامل يعني وحد الفرن خياتي ما شاء الله اكو تشوفوا كيفاش جاي لداخل فيه تخوى زيطاج فيه هالفنتيلاتور سنيوة تاعو يعني الله يبارك كبيرة هايلا كنت شاركت معاكم فيه ما شاء الله و كشتو اليوم يعني كيفاش هادوك المملاحات كيفاش طيبهم محمرين الله الله القراتان تاعي تاني طيبهولي وش نقولكم تاني محمر كما يحب الخاطر و طيب تاني فيه وقت قصير راه فيه الفنتيلاتور نحبو نشعلوها نحبو ما نشعلوهاش فيه الامباء الداخل السيعة تاعو خياتي سبعين ناريتلا اكوشتو الواجهة تاعو كامل ازجاج و كامل اينوكس و بويسان تاني يعني 2500 وات الله يبارك هاد الفرن تاع بوستون هادا ان شاء الله ليقصها فرن هاكدا يكون مليح خياتي والله غري يعني نصحكم به من كل قلبي بعد ما جربتو طيب تفيش حلم الحاجة يعني ما شاء الله فرن بزاف شباب واكد يعني لا باش تاع خالد اليكترومي ناجيرا و عندو محل في الحاميز و راي اون باش تاع ثيقه و كلش دونك يعني متخافوش كش ما مشكل ولا حاجة راهو عندو لاغارنتي تاع سانة كاملة والا دوك اخياتي في الاخير انا رايح نشارك معاكم شكل الاطباق اللي حضرناها معا بعض و الطاولة في شكلها النهائي هايليك هانا شلاضة هادي اللي دلتها لهم ما كانش عندي هايك شلاضة تاع الورق شلاضة خضرة دي بانيتروحية هاكدا رابيت حباز رودية كان عندي البيطراف شوية بسباس من هملة المهم دلت لهم طبيسي تاع سالات هاكدا وخرجي شهية تانية فكرة مليحة باش نبدلو من شلاضة تاع الورق و هاكدا تاني ناكلو كمية مليحة تع خضر و هاملك هادو كلي منيكيش تاني خياتي و الله غير خرجو من اطيب ما يكون مع هاديك التشكتوكا كانت شوية حارة جو روعة روعة هادو كلي منيكيش خياتي دلت لهم كيما قلت لكم هاديك التشكتوكا نفسها اللي دلتها في هاد لي هادو هما وشنو برك من الفوق احكمت حبابت دربتها مع شوية على كخان فخاش فرقتها لهم من الفوق و دلت لها شوية على الجبن المبشور و دخلتهم للفرن هادو كلي فوندو تاقت كانوا طيبين شعلت لها الفرن برك من الفوق حتى تحمروا وكوشتو اليوم تاني كندرت شرب افريك و هامليك لو شو سنتا وعنا يجو ايشهو خياتي عندهم القوام وشنقولكم مراهم طريين مراهم يبسين بزاف لانو كوشتو العاجينة اللي حضرناها تشبه العاجينة على بات بريزي ولكن هادي فيها الخامرة شوفو كيفاش يجو فرغين لداخل ويجو ما شاء الله ديروهم شوية حارين ماكوش رحين تشبعوا منهم انا اليوم واختهم سيقتوليدي اساما يعني هو اللي ما يقدش بزاف للحار ميكي جو حارين جو روعة 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 جو من اروع ما يكون انا درت فيهم كيما شتو معايا باطة صغيرة تعتون وستقون يعني تقدو تستغناءوا عليها رح يجوكم بزاف بناكو تعارفوا على كل حل تشكتوكا هي بنينا ولي ميني كيشتاني جو روعة خياتي بهاد لافخص الاقتصادية اللي شاركتها معاكم اليومة زينتهم من فوق هاكدا بحبيبات زيتون وريقاتها معدنوس وكيما شتو عملنا هادلي تاختولات بهاديك الكريمة السهلة والسريعة حدرنا كلش على دربة في الكاسرونة حدرنا كخام باتي سياغ سريعة تتحدر دفعة واحدة يعني حجي خفيفة وتجي بنينة المهم ما كيش كيما حاجة نديروها في الدار اكيد راح تجي من اروع ما يكون درت لهم من فوق رشات تاع بيستاش هاكدا برك باش نكسروا اللوم تقدو انتم تديروهم تاني حجم وكانت هادي هي الطاولة تاع الصهرة تاعنا تاع نهار اليوم بهادوك اللي ميني تقتلت بالفارولة وكانوا عندي هنا شوية عفايس من خيامة ياسمينة هادي كميني محنشا وميني سيغا وشوكولا ولا سامسا بالشوكولا كانوا قريب خلاص قدوا عليها ولادي وهادك المقروض تاني ولا المقيرط اللي كان تاني يدوب في الفم لنعاود نشكرها المرة التانية هادي هي الفيديو تاع نهار اليوم اخياتي ان شاء الله الافكار اللي شاركتها معكم تكون نالت اعجبكم تجربوا القغاتين تجربوا لي شوصون تاني بهاديك الفاخص وبهاديك العاجينة راح يعجبوكم باذن الله ما تنسوا نشخياتي بجام ربي دوم اللمة والنعمة علينا وعليكم حبيبات قلبي ربي تقبل الصيام والقيام اه قلكم طلعوا في صحتكم اه في امان الله حبيباتي ترجمة نانسي قنقر